اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصلنا لحالة ابراهيم لهذه العائلة التي تعاني من مرض سنتعرف على تفاصيل المرض لكن مع نتعرف على ابراهيم مرحبا ابراهيم الحمد لله كيف حالك؟ الحمد لله عرفنا باسمك كامل ابراهيم من؟ ابراهيم علي محمد الحميري طيب يا ابراهيم تشتغل وين تشتغل؟ انا اشتغل في مكتبة خدمة مدنية بأماط العصمة كم معك اطفال؟ ستة كم لك متزوج؟ لي من الفن وواحد اعمار الاولاد الاعمار خمسة عشر ثلاثة عشر كم بالضغط؟ العمر الكبيرة طبعا تخارقت من المرض وعمرها يمكن حوالي خمسة عشر وتزوجت والان من خمسة اطفال عندهم عظم الزجاجي والعظم الزجاجي اللي يطحس واحد اودز حرق انكسر ويحتاجوا له عمليات باستمرار وعلاقة نقص هرمو النمو من مشاعر القلب الى خطاب الانسانية لسنا نكرة او صفحة مطوية في ذاكرة النسيان بل نحن اطفال اختصهم الله برحمته اخوة يخترق جلدهم مشرة العمليات بين حين واخر كلمين اكثر كيف تتعامل مع الاطفال داخل البيت ايش المعويقات اللي تحصل والصعوبات والله يختي انا وهم مضرابة عاشي وصبح فجايع 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 لا من صح حتى من الشارع افتجع هذا كسر رجلو هذا كسر يدو هذا كدرب هذا كدحس ما نلا بعدهم 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 لا سرنا اي مكان ما يربخش لا يقرسك بالبات ما يربخش لا لا يقرسك بالبات لا يدخلوا بعد لا يكترع ما نلا بعدهم نشوف المطبخ نشوف الصالة لا يكترع ما بعدهم 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 24 ساعة ما دهنين قدوة وعمل منهم قليل للقام راقدين ما لا هم ما سنبين ما نلا بعدهم لا من صح جارك عين ما بو ما احنا لا ما بو قل ما بو قل ما بو قل ما بو قل ما بو بالبط من الصبح للعاشي حتى لنا جزع الشارع وغد اتحس واحد قدامي افتقع من كثير من قانا مذلل من عيالي كل ساعة وانا افتقع على واحد احنا بنعطيهم السعادة كامل كلهم بنعطيهم السعادة كامل جدا في البيت من حيث المأكلات من حيث المشروبات من حيث الرفاهية لا ماشيناهم اي مكان نبزهم كله على قدر المادة واحنا مستعجلين بالمدينة الاكثر استعجالي بالمدينة عشانهم لانهم ما يتحملوا شو البلاد لنا ابن وامن عاجزون عن عمل شيء سوى انتظار قضاء الله وقدره في حياتنا الزهور للربيع والحرية في الفضاء لكننا نعجز عن الحركة لاصابتنا بما يسمى بالعظام الزجاجية التي تنكسر بسهولة بسبب او بدون سبب انها حكمة الله في خلقه تفاصيل المرض انه اذا تزحرق واحد من الاطفال او كذا او عظم الزجاجي اذا تزحرق واحد نكسر ودائما نفعل لهم عمليات والجبس طبعا ما ينفعش معنى عظامهم اذا جبسنا واحد خسس العظم والبنت قد فعلنا لهذه ثلاث عمليات وهذه اربع عمليات وهذه عملية واحدة وهكذا وعندهم نقص هرمو النمو بحاجة لهرمو النمو ضروري جدا ممكن تكلمنا اكثر عن التكلفة الكلية لكل شخص يعني التكلفة التكلفة الكلية لكل شخص لكل ولد كل ولد ايو من ادوية من عمليات من اشيك كثيرة والله التكلفة العمليات انت تعرفي كم مستشفى الخاصات كم بيكلف كم يعني يعني حدود 200 ألف 300 ألف العملية الواحدة العملية الثنتين يعني ثنتين بعد 300 ألف 200 ألف 250 ألف كيف تدبر الفلوس وخاصة انه بالوضع الاقتصادي الصعب واني خبط خبط يعني كل ما يجي نلقص ان الشعور بضيق وحريق لو ما نحاول نقمع المبلغ كم ايجار البيت ايجار البيت 28 ألف طبعا احنا السائجرنا عشان جوهر سكنناهم بالمدينة عشان مرضهم عملك حاليا في معاك دخل آخر طبعا الرواتب موقفة في معاك دخل آخر تحصلوا مثلا ما بش دخل ما بش دخل يعني موظف ما بش مرتبات كيف يمارسوا حياتهم الطبيعية في اللعب في هذه الأشياء ممكن تكلمين أكثر عن هذا الموضوع قام قام يلعبوا وحنا نهددهم اقلسوا رازي اقلسوا رازي لا من يخبط هذاك لا من يذهب هذاك لا من قام ما يقلس اللامسن بعدهم لا يتخبطوا وهذاك لا من حد يذهب الثاني ما دار الله رب العالم هل فيها من أطفالك يدرسوا منهم بالضبط حافظ يدرس بالمدرسة المقبل يصف رابع وتخبطوا والوالد وذلك عصر يدو لما كسر البنانته يعني الأصباع كسر الأصباع وقالوا وقالوا الظهر حوالي ثماني يكسر بن يده والثانية بعنها ثلاث عمليات من غار الأكسر كنا نقبسها قبس 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 لو ما ضعفت رقلي واعتطفت بعد عملنا لها عملية والمرة الثانية عملنا عملية وعملية طالع بالصرف اكتسرت أمانها نحدى ثانية وهذه الثالثة بنها ثلاث عمليات برقله وثلاث بيده وهذه بنها عملية كسرتها هناك حتى وسط الصالة والله النوفاق المفرشة كلمين ايستتمنى اتمنى نجزة ودرس تحب الدراسة كثير طيب ايش الأشياء التي تحس انك مختلفة على الآخرين او الآخرين مختلفين عليك الأطفال الأطفال اللي بالشارع مثلا أو الأطفال اللي تشوفيهم ايش الاختلاف اللي في بي انتوا يعني هم يفرح ويضحكون ونجزة في البيت تقلس في البيت ايش سماك حبوب حافظ ايش تمنية حافظتكم تقبال ايش تكون دكتور ايش تكون مدرس القوة لا تأتي من المقدرة الجسدية انما من الارادة التي لا تقهر لا يعرف التشاؤم طريقه في حياتنا فالحياة لا زالت جديرة بالاهتمام اذ كنا نبتسم هذه اثار العمليات التي تؤلمنا وكلما تعافى احدان مرض الاخر اختنا هذه وقرى خطأ طبي فقدت قدرتها على العلاج الا بارادة الله في الخارج هواقس كثيرة تخيم على ارواحنا ولا ظنب لنها سوى انه نتيجة لزواج الاقارب ومع ذلك فالحياة لنا نحن الاخوة لا طعم لها بدون الامل ايش سبب ظهور المرض والله وراثي وراثي مني يمكن كيف كنت من قبل شرح لنا عن حالتك الصحية قبل تكسرت عنا من قبل وفعلت عمليات والآن بنمشي وموظف وكل هذا طيب هذي لما سقطت ايش حصل لها بالضبط وقد ضربت بالوسط الصالة وقسرت يده طيب في هذيك الحالة ايش اللي حصل لها معقدر اش تيقوم او كيف بالضبط قسرت يده وإحنا قرأنا مالش مالش قال وكانت تصح تصح وانا قرأك مسكها قينا ويدها مكسو ايش ربطناها ووزناها عند الدكتور عملنا كالشافة وسلنا عند الدكتور قال ضروري عملية فعنا لا عملية قلسنا حوالي شهر خمسة شهور وبعدها تحست عليها مرة ثانية كسرت والمسمار اعطت في داخل يده ورجعناها ثانية عند الدكتور قال ضروري عملية علشان المسمار داخله عملنا عملية ثانية وروخنا وروحنا ووعدها رجعت كانت تقيح 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 لانه يده العظم عندها ضعيف ما تحمل المسمار داخل يده كانت تقيح عملنا لها علاجات مضاد حيوي ابر ويتقيح على ماهي رجعنا بزنها عند الدكتور مرة ثانية ابعد لها المسمار قلسنا حوالي شهر مدري شهر ونص وهي كسرت ثانية ونحن لم نفعل عملية ربطنا ربط وعندما سجلنا وقاعدها تدرس كسرت ثانية ونحن ربطنا ربطنا حق العملية وقلست مربوطة وكونكم بزها المدرسة وأصير وأصير عندها باليوم ثلاث مرات بالصبح بالزاعة ساعة عشر أصير خريقة وأصير لها أكل وورقة ساعة 11 أصير روحة لم يكن عايش لا من تحس تدريب لا من يدهف لا من واحد دائق السيرازي لا تخرج لا تقزع لا تخلي العيال يخرج وكلهم لأولين وانتين يخرج وحدش وبعدها يدخل وكلهم وانتين 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 عايش لا من يزحم لا من يقلب لا من هكذا ملاغبة الملاغبة كلمنا أكثر عن حالة إحسان والله قلت ليش إحسان تكسر سبع مرات وكننا فعلها جبس من أول كنت سعف الثورة وفعلها جبس وبعدها تضاح أن الجبس بيخرب عظامها تكسرت مرة ثانية خلاص رجعت فعلت لها عملية الأولة والعملية الثانية والعملية الثالثة طبعا العملية الثالثة يعني فعلتها عنده واحد ثاني خربها وما كان عنده خطط كيف بالضبط كيف خربها والله كان عظمها متقوص كان بإمكان الدكتور يفعل العملية ويعد لها عظمة تقوص ويصلحها ويصلحها أكد العظم تقوص لكن ما كان متقوص أكد العظم ولقنبه وصلح العملية ويقصر 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 250 ألف وكل يحتاجوا إلى علاقات وعلاقات غالية جدا كم تكلف مثلا يعني والله علاقات كالستونين مثبت الكالسيوم في العظام يعني يحتاجوا بالسنة مر يعني إبرة تكلف لمية وشوية وعندهم علاقات فيتامين دال وكالسيوم ويستخدموها بشكل مستمر طبعا لما الضعف المادة ما فيش عندهم نقص هرمون ضروري الإبرة الواحدة لقات موجودة الآن يعني ما ديب كمهي لا ديب كمهي الآن نحن على ما نشوف الآن إحنا والمشاهدين إنه في رقل طويل ورقل قصير يعني هل في حل إنه يكون نفس المستوى تحتاج لزراعة عظم وزراعة العظم ما بش في اليمن تنتعرف إن ما بش زراعة عظم في اليمن تحتاج بالخار نعم هؤلاء هم أطفال إبراهيم الذين لا يستطيعون أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي عظامهم الشبية بالزجاج تسبب لهم الكثير من الآلام وتعطيهم الإرادة والأمل بأن الله معهم وأن الخير رفقهم صعوبة نواجهها هو تواجد المادة المال لهذه العمليات ونقص الأدوية ما بش موجود أدوية ولا قيمة الأدوية لهم حق هرمو النمو وحق الكالسيونين مثبت الكالسيوم في العظم يعني قيمة الإبرا الواحدة بين حوالي 100 وشوية 100 يحتاجوا إبرا حق نقص هرمو النمو ويحتاجوا حق يعني حاجة يأكلوا يشربوا يرتاحوا يشتو حلبات يشتو كذا يشتو كذا محنا ظروفنا قاسية ما فيش معنا ولا حاجة إن شاء الله بإذن الله فعلينا الخير لم يتقهلوا عليكم بإذن الله طيب ممكن تكلمنا أكثر عن احتياج الأطفال يعني الأشياء مثلا مرضهم يحتاج أكل معين يحتاج شي معين من حيث المأكلات قد احنا بنوفرها صراحة يعني من حيث المأكلات احنا بنوفرها احنا بنتكلم على علاقات وأدوية محناش قادر نشتريها وعلى عمليات محناش قادر نعملها وعلى إيجارة البيوت في ظل هذه الظروف ما بش معنا حق إيجارة البيت يعني قد الآن قد طلعو 300 ألف يعني ما بش وإحنا ستجد يعني شكن داخل عاصمة يعني قريبا من المستشفيات قريبا من الدكتور طيب ممكن توقيه لنا مناشدة لفاعلنا الخير من شان حالة أولاد أتمنى من فاعلنا الخير والذي التجار والذي يوم يعرفوا أو يسمعوا مرتاحين كذا أنهم يساعدون يساعدون في تحمل المسؤولين بوركا من ملأ حياته بعمل الخير لأنه أدرك أنها أقصر من أن يضيعها بعمل الشر فليس للحياة قيمة إلا إذا وجدنا شيئا نناضل من أجله والعمل لاستمراره أعزائي المشاهدين رأينا مع بعض حالة إبراهيم وأولاده ومدى معاناتهم لا تنسوا التواصل والدعم على الأرقام أسفل الشاشة أما الآن ننتقل إلى الحالة الثانية انتظرونا لكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرحبا بكم من جديد الكثير من الآلام والأحزان لابد أن تتحول إلى لمسة أمل وهذا ما نحاول أن نوصله في برنامج سنة بلا الخير على قناة السعيدة إلى حالتنا الثانية والتي انتقلنا إليها في قرية تاران في منطقة خورغميرا في محافظة لحج حيث تسكن المعاناة بين أحضان هذه الجدران الأربعة محمد هنا يصارع الموت لأجل البقاء لأجل حياة أثقلته كما أثقل السرطان عنق أم وزوجة وأولاد سبعة وأربعة وعشرون ألف ريال فقط كراتب تقاعد لا يكفي حتى لشراء المسكنات لهذا المرض الموج تعالك تعام كامل وصلحت تعاملية وعندما عجزت من العلاق لنبدأ لتواصل العلاق لسبب الظروف المعيشية لكل المتقاعد وراتبي 24 ألف ريال ولا يمتلك أي حاجة هذا الممرض المواطني عاني من مرض السرطان منذ أربع سنوات بدأ يعني يستخدم كل وسائل المتاحة له يعني وتعاونه مع المواطنين لأن عجز عن المرض ولهذا الآن موجود في هذا الحال يعني مريض بحاجة مساعدة بحاجة مساعدة بحاجة مساعدة بحاجة إلى الخير بحاجة إلى الإحسان الذين يقدروا هذا المرض كون هذا الشخص يعني لديه أكثر من ثمانة أطفال وأم هل الكفير الوحيد لهم براتب 24 ألف فأنا المرض أعياه وأعجزه حتى أنه ما أستطاع أني يعني يعني يخرج يطلب الله أنا أطفالي قتلوا في لقمة العيش مع أي عذر واحد لا مع أي عذر لا مع أي هو وحي الوحيد واستطاب السلطان وأنا لا مع أي مقدره تعبان لا مع أي أي حاجة لا أكسب أي شي صبحان ومعا سبعها أولاد ومعاتها سابع ونحن من هنا عشر الجيفان البيت كم غرفة معكم؟ أنا غرفة وحدة لنا كلنا لنوجهة الأخ محمد عبدالي قاري هذا مصاب ورم يعني سرطاني يمكن يشتبك منكم سرطاني والفترة جدا وهو يعني فقير جدا لا يقدر أنه يتعالج ولقد حتى يتعالج يعني حتى على مستفى المدينة وعلى مستفى المحاول لا يقدر التعالج لأنه عسكري متباعد ومن قرحة حرب الصيف 94 وراتب الحال يعني 24 ألف وعنده أسرة يعني 7 أفراد والدنيا غلى معيشه وقد حاول يعني على يد أهل الخير في العام الماضي أنه يقري يعني علاج دعملوا لأهل غير وأقري يعني بعد العلاج المدى ثلاثة وربعة شهور وأقري ما يقول يعني ثلاث مرات يعني عملية هذا الكيمون وبدأ المرض يخف منه كما يعني تم يعني استثار الورم يعني كان الورم صغير جدا العمل الماضي واستثار منه الورم وبدأ يعني استقرنا نوعا ما ولكن يعني لم يستطيع أن يواصل علاجنا كان مدوم منه يعني أثر من مليون ريال يمني أنه يواصل علاج ويقول بعد ذلك العاس فؤان في عدن أو في سنعائش عتليزان وهو أسل الفقير وكمل على يعني يعني الابتعب وبقى داخل بيته والآن يعني يخلي هذا الستة لشهور عادل لها المرض ولكن بوثير عليها كمان في الصورة ومعني الورم الكبير جدا أكثر من ما كان في العمل الماضي هل يمكن بعد كل هذا الألم أن تكون الحياة ممكنة حقا هنا في قسد محمد تبكي الجروح في قلبه حزن لعدم قدرته على العلاج أو توفير احتياجات منزله وأطفاله سرطان الغدد اللعابية يمزق قسده لتحاول أمه التخفيف عن بلمسات حنونة على قسده النحيل ولا تملك سوى الدموع والرضاء وأمل بالنجاة يختبئ بين حناياها ما حد قدمكم أي مساعدة؟ قدم مساعدة أول طوقة ورجع لهاني ساعدون ولا حد كذر يعني يرجع للمرض من جدد؟ من جدد لحل ما رجع لي لسنة أثناء الليل يعني أسمع ونين هذا المريض هو يؤن من شدة هذا الورمر السلطاني ثم نأتي إليه فنجد أمه تبكي وأطفاله والحالة صعبة جدا لا أستعي أن أعبر الكلمات تخونني في التعبير في هذه اللحظة هؤلاء هم أطفالهم السبعة الذين يتلقون العون من الجيران لاستكمال تعليمهم ولو ببطون خاوية إذ أرادت أن تصمد للحياة فلا تأخذها على أنها مأساة لكن هنا تكون المأساة أكبر من احتمالها أدرسي منطقة هويرب في مدرسة خادم الوليد وأبي ماضي بصابة مرض السلطان وما نقدر نصرر نبدي حق المدرسة ومساري نقلسنا على ما نعيش على سبب أبير أخواني منهم سبعة وأخواني يدرسوا واحد صبخامس وهو نوني واحد وهو واحد ثالث وما يقدروا يدرسوا حق المساري في المدرسة أولاد المريض محمد عبد علي لم يتلقوا أي دعمات أولاد يدرسوا في المدرسة لا يقدروا مساري في المدرسة ولا غضاء ولا أي شيء المولاد المدرسة يصرحوا لهم مع الجهات نطرح لهم خف يصرحوا ورقوا لهم أعطوهم وكيف تعملوا مصاري في المدرسة مع المدرسة نطرح لهم تعابة ما نقدر نصرف عليهم نعطيهم لقمة في حلوق ويصرحوا عملية جراحية وأربع جرع كيميائية كانت كفيلة بجعل أسرة محمد تبيع كل ما تملك وههم اليوم لم يجدوا ما يقومون ببيعه ليجلس في منزله متوجعا منتظرا فرج الله بعد أن أنتشر الورم الخبيث بالقرب من لسانه والجيوب الأنفية والوجه وأسفل العين يبصي بهذا الشخص بهذا المرض في 2014 مكث السنة في بيته وبعدين انذهب للعلاج تم علاجه لمدة عام وقطع أقرأ عملية ولكن عاد المرض وعاد بشد ما كان عليه الآن الشخص يعاني من آلام نتيجة هذا المرض ولم يمكن لدينا إلا حبة البرمول فقط ولكن هذا المرض بحاجة لعلاق استيصال شامل لأن العرق بحاجة لإمكانيات والإمكانيات بسيطة لدينا نحن نقدر نزعاد بأمور متاحة لنا فقط لكن بحاجة لدعم أوسع لأن المرض خطير وبحاجة لتزفير الخارج لتلاك العلاق الألام يبقى صراحاً دي لحبة بخمسة بلده وألام عيدوا لديه والله بلده البلده نشرب والله منذ الكباسة يشيروا يعمل يوهدال شوي وكعمله يبكيله قليل وسأل لحل ما يتحرك له يكون مقرب على المسانة لدي لعد حتى هويري بروح والله ما يقدر يمشي نعم فيه حلة لا يقدر يمشي بوخه كم لعلى هذا الولاد؟ هيا والله إليه كاي ما يقعد لحبة بلده والله قد كاي لان شو عدي قادر البيت؟ نعم 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 ما يقدر يتحرك مكان بلده لعني كثير من 12 حباب يجيلي الألم وما أنا مش طور الليل الألم قد يمشي لها نعم نعم في النهار في الليل في أي وقت جواص الألم الألم هديت بس الألم لا يمشي لها فوق من الراس ولا داخل اللسان يشفها أوجاع أوجاع زرعت في حقل من الرجاء الممزوج بالرحمة يكفي أن ننظر إلى قلب هذه الأم الباكية على ابنها وقد أنهكها الزمان ورسم تجاعده على قسدها النحيل فهي تقاوم الحياة بإصرار عجيب لمثيل له من أجل فلدة كبدها أسرة تواجه مصيرها كغيرها من الأسر ومناشدات توجع كل من ينفذ قلبه بالحياة أنا أستطيع استصولي للمرض هذا الورام واشتقي أعود أشتغل أصرف على قهالي لو كل راتب حقي ما يكفيش 24 ألف ريال متقاعد الألم أكتني بكي حين عندي ولا أقدر يمشي لها على مهدي عندي لدواء حين يبكيها بتجنبه ويكون يحترق ثربه لي لا أعني حاجة بس على مهديات نشتري لي من أسوى ما يمكن أن يحدث في الحياة هو أن يكون في قلبك كلمات لا يستطيع لسانك أن يترجمها هذا هو حال محمد أنا أدعو فعائل الخير وغزرة الصحة نعم من أي اعتقاة لإستصار هذا الورام وكتعارجوا أي مكان تودوا وتندولي من الله هذا واشتري منكم علاج ومساعدة للجهال ومساعدة لأي حاجة وهو تعبان لا معا أي حاجة ضبح الراتب 24 لا نقدر حستان الممت في البيت نعيش تعب ما نصلح والمرض تعب لا نقدر نديحك بلدي ونحسته ولا دواء ولا معا أي حاجة ناشد كافة الجاهة المسؤولة وقمع صاحبه والتجار والأهل الخير أن يقدموا ساعدات كلهم حسب استطاعتهم وما تقدموا انفسكم من خير أن تقيدوا عند الله فهذا العمل ليس لليوم وإنما الغد ويعني ندعو التعاون مع هذا المريض كون لدي أطفال ولدي أطفال يذهبوا للمدرسة وهم بحاجة ما سايلة من يدعمهم وهو الكافة الوحيد لهم إذا أصبع عاجزا طريع الفراش لا يستطيع أن يقوم ولذلك إذا تم علاقه سيعود إن شاء الله بالخير وسيطلب الله أن يصرف عن عياله لذلك ندعو كل كافة الجاهة المسؤولة والجاهة الخيرة وكل داعمي مثل هذا الأمراض هذا المرض يعني إنساء الله العافي منه وما تقدم أنفسكم من خير أن تقيدوا عند الله ندعو من فعين الخير أن نظر إلى هذا المريض ومساعدته وحتى يستطيع أن يعول هذه الأسرة هذه الأسرة مكونة من سبعة أطفال كيف يستعنع لهم؟ الرجل تقريبا سنة وهو قاعد في بيته سنة وهو قاعد في بيته والظروف كانت تحيط بالظروف صعبة والرجل وحيد يعني لولا الألم لكان المرض راحة تحبب الكسل لولا المرض لفترست الصحة أجمل نوازع الرحمة محمد بانتظار مساعدتكم على الأرقام الموجودة أسفل الشاشة فالأمل بالله وبكم كبير وكبير جدا أعزائي المشاهدين شفنا مع بعض حالة محمد وحالة إبراهيم وغيرها من الحالات التي سيتم عرضها في برنامج سنة بالخير للتواصل والدعم مع الحالات يرجى التواصل على الأرقام أسفل الشاشة أما الآن نكون نحن قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أمل أن ألقاكم في الأسبوع المقبل وفي نفس الموعد دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة